السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا النهاردة يوم 24 رمضان فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى احيانا في رمضان وعنى على الصيام والقيام صحيح انا بقول 24 رمضان حاسست ان في 24 ده زادت في قلبي مش هقول حزن ولكن شوء على الايام اللي عددت زي الانسام نسل الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الايام الموصولة بالله سبحانه وتعالى تفضل في قلوبنا بانوارها وهو ده تنوع من انواع السلام اللي احنا بنعيش في رمضان وبما اننا في الخواتيم فمحتاجين نتعلم سلام يعنى على ان احنا نعيش الميلاد الجديد اللي احنا بنقصد ان احنا نخرج به لما اتكلمنا عن رمضان ونتخلص فيه من نار النفس الامارة بالسوق والسلام ده واتسلام ما ينفعش ابدا لابد ان احنا نذكره احنا في الخواتيم وهو سلام السند ايه سلام السند ده؟ سلام السند هو ان انت تحس ان حياتك لها ظهر حياتك فيه حد بيقيمها لها اعمدة وضعها حد بيحبك ان حياتك مش بتسابه ان حياتك مدبرة وان حياتك منظورة بعين الرحمة وبعين الود في كل تفاصيلها فحياتك في كل تفاصيلها منظورة بعين الله سبحانه وتعالى كتير مننا في نهاية رمضان بيخاف ان هو يخرج منه عشان ايه بيحس ان هو زي كده ما بيقوله في التعبير وكأنه دخل في منطقة الامان وكأنه في الكمفرتيزون فبيخاف ان هو يخرج من رمضان ان هو يخرج من رمضان عيروح للمجهول او يرجع لنمط الحياة العادية بتاعته اللي كان فيها كتير من اللغباطة اللي بيحس فيها ان هو بعيد عن ربنا وفي ناس مننا بيحسوا ان هم بيتمنوا رمضان يفضل طول السنة عشان يحسوا ان هو اللي بيحافظ على علاقتهم بربنا كأن رمضان هو الحبل اللي بيمسكوا فيه وبيربطهم بحبل المحبة والود مع الله وساعتها يحسوا بالامان من الاحداث اللي بتجري عليهم لكن الحقيقة ده مش صحيح فاللي عيعيش رمضان في رمضان وبس فكأنه مش عارف رمضان لان رمضان جاي عشان نعيش بيه طول السنة مش بس طول السنة نعيش بيه طول الحياة لدرجة ان انا بحب تفسير قاقت الكلام عن ليلة القد عندما نقول عندما يقول الله سبحانه وتعالى خير من الف شهر فهي خير من الف شهر يعني خير من الدنيا وما فيها وربنا سبحانه وتعالى معانا في رمضان وفي غير رمضان فعشان كده يبقى لما يكون ربنا سبحانه وتعالى معانا في رمضان وغير رمضان هنا يأتي بقى معنى السند معنى السند ليه ربنا مش معانا معايا كده فارغة حشايا تعالى عن ذلك علوا كبيرة ربنا معانا لان حياتنا تابعة لمراد الله تابعة لإرادة الله وعشان كده هو سندنا على الدوام سبحانه وتعالى ولما بنغفل عن هذه الحقيقة حقيقة ان ربنا هو سندنا وسندنا مش بس في لحظة المتاعب ولا ساعد لحظة مشارك لكن سبحانه وتعالى سندنا على الدوام بنصب بقى لما نغفل عن هذه الحقيقة بيافة وهي الخوف من عدم الاستمرار فبنقول لنفسنا احنا ضعاف ومش قادرين نكمل واكيد عن ننتكس وعن نرجع تاني زي ما كنا لان الدنيا مليانة بالأحداث اللي بتخلينا والمواقف اللي بتخلينا نحس بعجزنا وضعفنا واكيد لازم عن نرجع تاني فنخاف ونخفل عن ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بقى كان ضروري ان احنا نتكلم معاكم عن سلام سند وان الله سبحانه وتعالى هو سندنا ونتكلم عن سلام حسن تدبير الله لينا وهو دهت بمعنى الحقيقي لمعنى السند ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر أمورنا كلها فاحنا مش لوحدنا ومش متسابين ولذلك من معنى السند ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حسن تدبير حياتنا هو اللي بيحافظ عليها من كل افات الى ايام وليالي فاحنا في عون الله واذا سألك عبادي عني فاني قريب ويجيبوا دعوة الداعي اذا دعان وبيخلينا سبحانه وتعالى دايما مش بس ان السند ان هو حياتنا بتعتمد وهي حياة تابعة لمراد الله لكن كمان بيخلينا دائما باب القبول وباب الاقبال على الله دايما مفتوح فدايما بنطمئن وبنحس ان احنا ربنا يارانا وربنا معانا في كل شيء لكننا بقى حصلنا شوية في السبعين سنة او في المئة سنة الاخيرة اللي حصلت اه مئة سنة قربنا على المئة سنة لكننا في المئة سنة اللي فاتت دي حصلت شوية حاجات كده اصابتنا احنا باعتبارنا مسلمين اصابتنا حاجتين اثروا علينا جدا جدا واصابت اعتقادنا في ان ربنا سندنا وان هو بيده وتدبير امورنا كلها اصابتنا حاجتين اول حاجة سوء الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى وسوء المعاملة مع الله وقعنا في فخ وما قدر الله حق قدري فاصبح الناس بيرددوا كلام زي انا زعلان من ربنا دي اول حاجة الحاجة التانية الافة التانية اللي حصلت سوء الاعتقاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبرضو بنقول وكأنه وما قدر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حق قدري وفضل الناس ينقلوا للمسلمين والفيروس دا ينتقل ما بين المسلمين وتفضل المسيبتين دول لحد ما القلوب اظلمت والعياذ بالله وزادت المشاكل وزادت المتاعد وزادت فينا شوية حاجات الحاجات دي بقت بتوجعنا بقت بتأزينا لما زادت فينا الافتين دولا لا بنعظم مولانا سبحانه وتعالى حق تعظيمه ولا بنعظم حضرة النبي حق قدره ترجمة نانسي قنقر